بصراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلطوا تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك في شوية خلافات يعني في منكم اللي عندو خلافات مع الاخوة او مع شي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني شي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاهم ركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالاسرة او سواء مع شي حدا كان بحبو وشايفاك قاعد زعلان على كباية الحب اللي ممكن انو خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كان في صالة علاق شغلة هيك انو تصير فشايفاك قاعد زعلان وماسك الكباية يا برج الميزان كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرار او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة شي قرار حكم نفقة او راق يعني شغلة في الموضوع هيدا كذلك في منكم او اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة بعلاقة ارهقتو وخلتو يعني كأنو صار حدا او لحالو فشايفا منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنو في حدا عزل حالو خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني كأنو نسحب يعني نسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني عم شوف حدا منفرد فانت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هادي فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهذا هو الشيء اللازم للشفاء من حسرة الماضي فانت يجب ان تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشي اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده بيراقب سواء كان بيراقب حدا من العيلة او بيراقب الحبيب او الزوج يعني هذي امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لاننا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشايفاه بعده عم بيراقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت باسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك كتدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتهم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقولك الورق لا تستسلم كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقولك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاض عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشيفك حزين يعني وعمل تراقب يعني عمل تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا الشخص هذا حامل كاس الحب هو حزين وشايفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لاني شايفك تعبان فاتروا بيقلك تحمل وستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاحي الاشياء هذا فيما يخص الاسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي 怖 Eight Ceci زراحه في طاقات كماظرعة ومفي عندي طاقات كتير يغير في القراءة هذي في طاقات كتيره وأبراج كذلك انا راح حاول اثرد اكثر الاشياء ان شاء الله ي provocative وان شاء الله تعطي اكبر عدد يا برج الميثاني فانه شغلات سيح احكي فها و سأعود بها مرة أخرى بشكل عام يرى مراقبة يوجد شخص من الماضي متعلق سنبدأ يوجد شخص مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي لأنه في بيناتكم في الزكريات هيك شغلة في حدا من الماضي أو الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير أو حتى إذا كان متطنش وعامل حاله ومشفار أمامه الشخص هذا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم متطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هذا شايفه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هذا بغي يحصل عليك أو الرجوع إليك هو بده يرجع إليك هو غير رادي تماما الشخص هذا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هذا هو إنسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفه كأنه عم يستنى منك خبر رسالة أنك تاخد قرار إنك ترجع إليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة اللي إيجيت بعضهم شو الشخص هذا متعلق فيك شخص هذا متعلق وبصراحة هو حدا شخص طيب الشخص هذا إنسان طيب يعني مش نية سيئة أو هيك وبيحبك وفيه اللي بيتوجع كثير من أفراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل أو إلقاء اللوم على بعض أو العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث يعني أطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هذه بيقلك تعالوا يا برج الميزان لا تترك الآخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من أجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني أو فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لأنني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني أو ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير على ذات فيه مسافة بيناتكم أو أنتم بلدين مختلفين يعني لأنني عم شوف فيه مسافة الشخص هذا بغي يوصل لك يعني بده يوصل لإلك يعني عم شوف فيه حاجة وقفة بيناتكم السبن الرقم سبع كأنه فيه عوائق أو فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هذا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي فممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لأنني شوفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم أو اللي وصلكم للشغلة هذي أو الوضعه المالي فأنا شايفاه مشغول مشغول بشغله ببرج الميزان فممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع كذلك عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك وبركز على الشغلات اللي صارت عم يتطلع على شغلات جبتها له أو أنت أعطيته إياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه إنكم منفصلين لإني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هذا بيفكر فيك كتير ومتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير أما أنت يا برج الميزان أنت شايفك يا برج الميزان متمسك في الحبيب أو متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق طرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في الموضوع أو أنت متمسك بأكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن أنا شايفك يعني بشكل كبير أنا حاسة يعني أنه أنه علاقة هذي جاية من طرفك وشايفك يعني إنسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك أي أن كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكية وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فأنت فأنت يا برج الميزان اللي أنت فيها لأن شايفاك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فأنت لازم تأخذ قرار وتطلع من الطاقة هذي كذلك كذلك في من كون يعني يا برج الميزان اللي شفاه تعرف على شخص جديد ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخلياً ففي الحالة هذي أنت لازم تأخذ قرار وتخرج من الحالة هذي وتحط النقاط على الحروب كذلك في من كون اللي تعبانين كتير من انفصال التسار أو الطلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص فات عن العلاقة إني عم شوفي جرح بقلبك يا برج الميزان في منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله يعني وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذي الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني الوضع هذا سواء كان انفصال أو طلاق لإني فعلاً في عندي يعني في طلاق سوف أسحب ورقة هذي كانت هون راح نشوفوا الورقة التالية لا نشوفوا هالجرح هذا ليش؟ ما راح نوضحه توضح البعدين شفتوا وش يطلع يعني لإني عم شوف في أم حزينة عندي لهيك يعني أنا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم اللي تعرضوا الطلاق بسبب شخص فيس على العلاقة خيانة مع طرف ثالث طرف ثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس أكثر انه في شخص ثالث فات عن العلاقة فرح نكمل ولاني كذلك شايفة انه فيه اللي عندهم أولاد فيه اللي عندهم أولاد فالملائكة بتقلك بالحالة هذي ان المساعدة هي قريبة منه لانكم عم تشوفوا فيه صور وفيه نافدة وفيه إلهام بتقلك ان المساعدة هي قريبة منه يعني سواء كنت منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبقلك انه المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك فعليك بالتقرب الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عمل عليه يعني وتعمل هيك ميديتيشن يعني وضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور رح تتحسن يا برج الميزان او انا على طول عن بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية يا برج الميزان اعضراء كذلك جوزاء جري اهو ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم تشوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو رح نلاقي برج الميزان فشايفك يعني حاسس يعني برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حنين لالون ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفك يعني بعدك بتحب الشخص هذي وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هذي احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللظيف انت بتعرفه وبتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواجه بداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم او تركته بعض يعني لكني شايفه بعده في ذكريات سواء انت اللي تركته او هو اللي تركك بعده في ذكريات يعني عنذر كان فيه كذلك صار خداع او شغلة تركته بعض من خلاله باعتذر لاني فصلت او شو كنا بنقول او لاني شايفك زعلان يعني كأنه يعني كان صار فيه خداع يعني تركته بعض انت والشخص هذا او لاني شايفه انه الشخص هذا كان بالنسبة لي الى كتابة من روح يا برج الميزان وبعده عم شوف فيه تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض او من بلدين مختلفين او كانت بناتكم اختلافات يعني خلقت لقلكم مشاكل او فيه يعني لانه عم شوف فيه خداع وفيه مكر بالموضوع كذلك حمشوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان شكرا